اشتركوا في القناة بشكل عام، بشكل مختصر اليوم هسوي ريفيو بسيط وسريع عن الأختصاصات المتوفرة البرامج المتوفرة الاختبارات المطلوبة الخطوات المطلوبة والمستندات المطلوبة وترق التقديم ونصائح عامة لكل من حابب يكمل الاختصاص بإذن الله في أمريكا بدايةً هتكلم عن الاختصاصات المتوفرة بشكل خاص في أمريكا وبشكل عام في أي مكان انت حبيت تختص في بإذن الله أول الأختصاصات هو أختصاص جراحة الوجه والفكين الأختصاص الثاني هو طب الأسنان الوقائي هذا الأختصاص بالذات يمكن ما تلاقيه مكتوب بشكل عام وإنت تختص بشكل عام طب الأسنان الوقائي أنت ممكن تختص واحدة من الأختصاصات التي تنترج تحت هذا الأختصاص العام اللي هي تخصص تقنوم الأسنان والفكين أرتدونيكس أو تخصص طب أسنان الأطفال أو تخصص صحة الفم والأسنان أو طب أسنان المجتمع اللي هو دينتل بوبليك هاف الأختصاص الثاني هو طب الأسنان التجميلي أستيريك دينتستري أحياناً ممكن تلاقي هذا الأختصاص بهذا المسمى من درج تحت الأختصاصات اللي أنت ممكن تختصها في أمريكا أحياناً ما يكون هذا الاسم بشكل عام أنت ممكن تختصها أو هذا الدقري أنت ممكن تحصل عليها ولكن واحدة من الأختصاصات التالية اللي تندرج تحت هذا الأختصاص ممكن تدرس باستقلال وكل من تكون سرتيفكت مستقلة بحد ذاتها زي أختصاص مدوات الأسنان الترميمية اللي هو ريستوراتيف أو سمتانز يقولوله أوبراتيف دينتسري الأختصاص الثاني مدوات الأسنان اللوبية أو علاج جذور الأسنان اللي هو أندونيكس أو التعودات السنية اللي هو برسدونيك دينتسري مرة تانية زي أحب أعد لكم أنه احتمال تلاقوا هذا التخصص طب الأسنان التجميلي بشكل عام هو تخصص تندرج تحته هذه التخصصات كمواد كورسيز ممكن تاخدها أو أحياناً لا هذا الأختصاص ممكن ما تلاقي وأنت تختار واحدة من هذه التخصصات تدرسها بشكل مستقل تخصص التعودات السنية اللي هو برسدونيك دينتسري معظم الأحيان الأختصاصين اللي يندرجوا تحتهم أو النوعين اللي يندرجوا تحت هذا الأختصاص اللي هو التعودات السنية متحركة ريموبوبول برسيزز أو التعودات السنية الثابتة اللي هي فكست برسيزز هذه تدرس كورسز تحت التعودات السنية تحت تخصص البرسدونيكس بشكل أحياناً بشكل بسيط ممكن تدرس التعودات السنية الثابتة اللي هي فكست اللي هي كراونز و بريجز بشكل مستقل عن الريموبوبول كمان في تخصص جديد نوعاً ما كمان ممكن أحياناً يدرس كورس في البرسدونيكس أحياناً يدرس بشكل مفصل كسبسبيشاليتي اللي هو جريات ريك دينتسري نتابع التخصصات عندنا تخصص أمراض اللثة والنسج الداعمة اللي هو بريجونيكس في طب وأمراض الفم أورال ميدسين أشعة الفم والأسنان أورال المكسلوفيشال راديولوجي التشريح المرضي للفم والأسنان اللي هو أورال المكسلوفيشال باثولوجي طب الأسنان الشرعي فورنسيك دينتسري هذا كمانه عما أختصاص ما هو جديد بس ما هو معترف فيه ما هو متداول كثير يعني ما حد بيختصه كثير زرع الأسنان اللي هو إمبلنتولوجي بعض الأحيان أختصاص زرع الأسنان بيكون بشكل منفصل بعض الأحيان بيدرس كمان ككورس فيه إختصاص البريدونيكس أو إختصاص السيرجيري أو حتى إختصاص البروثودونيكس فأحياناً يدرس ككورس أحياناً يدرس كاختصاص بحد ذاته آخر إختصاص اللي هو الاضطرابات الوجهية واضطرابات المفصل الفكي الصدغي TMD and oral facial pain هذا الإختصاص أحياناً فيه ناس بتعمله as a fellowship post-doctoral fellowship بعد ما تخلص مثلاً أرثودونيكس وبعد ما تخلص سيرجيري وبعد ما تخلص أورال ميدسن تحب تختص فيه as a sub-speciality أو إختصاص دقيق آخر يضيف عليها وبعضهم يحب يختص هذا الإختصاص بشكل مستقل فيه نقطة مهمة بعد ما تكلمنا عن الإختصاصات أحب أني أذكر كل الأطباء أنهم يرجعوا لدليل الهيئة السعودية للتخصص الصحية هذا الدليل متوافر على موقع الهيئة على شكل ملف PDF مهم جداً 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 بحيث أنه أنت كطبيب تعرف لما ترجع السعودية بإذن الله إيش هي ممكن الدرجة أو المسمى الوظيفة اللي أنت ممكن تنحط عليه بناءً على عدد السنوات اللي درستها نوع الشهادة اللي درستها التخصص معترف فيه غير معترف فيه كم سنة تدريبية تحتاج إلين ما يحطوك في هذا المسمى وكمان متكلمين عن تصنيف تخصصات الدقيقة زي ما ذكرت قبل شوية زي implant industry أو facial pain هذه التخصصات الدقيقة حاطين شروط كيف ممكن هما يضيفوها على تخصصك كيف ممكن أنت تكون تصنف كأس تشاري فعشان كده دليل هي السعودية التخصص الصحية مهم جداً أنه أنت تراجعوا وأحياناً يعملوا عليه updates فدائماً نخليك up to date مع الموقع الآن كمان حتكلم عن البرامج المتوفرة مهم جداً جداً أنك تعرف الفرق بين مسمى هذه البرامج إيش الفرق بين الResidency و الماستر هل يعتر الماستر هو نفسه Residency إيش يعني Fellowship متى ممكن أخذ Fellowship قبل أو بعد الResidency البي اتش دي الادفانستاندينج هذي كلها مسميات حتكلم عن واحد واحد و إيش الفرق بينهم الأول شيء اللي هو كل هذي المسميات هي ترجع لنفس الشيء لحاجة واحدة اللي هي عبارة عن بروغرام مدته سنة واحدة أحياناً يكون 3 شهور 6 شهور 9 شهور يمتدل 12 شهر هذا البروغرام هو عبارة عن برنامج تدريبي أغلب البروغرامات اللي مدتها أقل سنة أو أقل هي برامج غير معتمدة من الكودا أو اللي هما Commission of Accredited Dental Programs فبالتالي هي ما تصنف كResidency هي برنامج تدريبي أغلب اللي بيدخلوها هم International Dentist ما هم طلاب أمريكان أو دكاتري أمريكان إيش يفيدنا هذا البروغرام؟ يفيدنا جداً أنه أنت ممكن تخليك بلان بي لا سمح الله أنت حالياً دي حينك تعيس لمرحلة اللغة قدمت على برامجة Residency لا سمح الله ما جاك Residency إيش البروغرام بي حقتك؟ أنك تقدم fellowship الفلوشب يساعدك أنك أنت تاخد خبرة أكتر get exposed لكيف American Dental System كيف يشتغلوا كيف يتعاملوا مع المرضى إيش السيستم اللي يشتغلوا يعني في كثير فوائد أنك أنت ممكن تاخد recommendation letter في كثير فوائد حتحصل عليها من قبولك في إحدى هذه البرامج في شي حابة أوضحه ليش أنا قلت pre-doctoral fellowship لأنه في أحياناً يصير خربطة بسيطة مثلاً أطباء البشري فرضاً لو أحد اختصاص internal medicine وبعد ما خلص سوى اختصاص دقيق تاني فهو هيعمل فلوشب في الأسنان عندنا إحنا فهذا الفلوشب اللي سواه يسمو يسمو post-doctoral fellowship في الأسنان طب الأسنان في شي اسمو pre-doctoral و post-doctoral fellowship برامج التدريبية اللي هي fellowship internship هذي كلها pre-doctoral يعني هي تسويها قبل ما أنت تدخل رزيدنسي زي ما قلت هي عبارة عن سنة واحدة أحياناً يكون فيها تدريب سريري نظري research أو بس observership تكون ما أقدر أعمم بعضها تكون بس clinical بعضها تكون بس نظري بعضها تكون combination of clinical and research and everything سو هي مفروض أنك أنت تقرع كل برغرام أنت بتقدم عليه هو إشي يحتوي وتستفيد منه بقدر الإمكان عشان تأهل نفسك أنك تكون applicants قوي تقدم للسنة الجاية إن شاء الله فهذا هو الفرق بين ال pre-doctoral وده حين حتكلم إش هو post-doctoral وهو عبارة عن بس one year program maximum تقدمه فقط كسنة تدريبية residency programs واللي هي هذا البرنامج المهم وهذا الهدف أنك أنت طالع تعمل residency أنت طالع تعمل أختصاص هذا اللي هو نفس residency هي هذه الزمالة في طب الأسنان أغلب البروغرامات حقاً ال residency عبارة عن سنتين ممكن أحياناً تكون ثلاثة سنوات إذا مدمج معاها رسالة الماجستيرا أو فيه thesis لازم تكتبها فهو إما يكون برنامج تدريبي مكثف وفيه theoretical part وأحياناً أغلبهم يكونوا سنتين وبس تتخرج أنت حيعطوك certificate بالاختصاص أو ال speciality المعينة أنت مارستها إذا طلبوا منك أنك أنت تعمل research وتكتب thesis ودمجوا لك master مع تخصصك ساعتها يسموا هذا البروغرام master degree combined program مع residency وإنما تتخرجي دوك certificate مع master degree معظم برامج ال residency اللي هي clinical residency بعضها تكون combined program وبعضها تكون بس يعني بس residency أو بس clinical training زي التقويم orthodontics, surgery, periodontics, prosthodontics, pedodontics, endodontics, operative or resto, زي ما قلنا implant dentistry, aesthetic dentistry, TMD, orifacial pain والAEGD الأEGD اللي هو طب الأسنان المتقدم الحديث اللي هو advanced education general dentistry هذي كل البرامج اللي أنت ممكن إذا قدمت عليها يكون عندك اختصاص فيها هي mainly كلها clinical وإن شاء الله ترجع سعودية ممكن على حسب المدة البرامج أن ترجع أساس أنك نائب أو استشاري في نقطة حابة أقولها معظم البرغرامات تطلب من الطلاب أنه هما في خلال سنة residency يعمل امتحان ال board في حال هما نجحوا في امتحان ال board سواء النظري والعملي مع بعض هما ساعتها يكونوا board certified for example orthodontics, orthodontics, board certified, endodontics ساعتها نما يرجع السعودية إن شاء الله ممكن يكونوا استشاريين زي ما قلت بعض البرامج تطلب أنك أنت تعدي امتحان ال board بعضهم ما عندهم أي مانع أنك ما تأخدو فهي ترجع أنت إيش حابب تصنف بعدين إيش طموحك نجي على المسمى التاني أو البرغرام التاني أغلب هذه البرغرامات يطلبوها أو يقدم عليها الطلاب اللي هما مبتعثين من الجامعات اللي هما ماشيين على الأكاديميك تراك اللي هما مفروض ياخدوا ماستر ان بي اش دي بشكل العام الماسترز مو دائما يكون هو كلينيكل بعضهم كثير ياخدوا ماستر ان بي اش دي في أشياء ما لها علاقة فعليا بالممارس السريري بطب الأسنان زي دينتل بابليك هالث أورال ميديسين أورال بيولوجي أورال بيولوجي كلينيكا ريسيرش بايو انفرماتيكس بايوستاتيستيكس أي شيء ابيوديوميولوجي هذه التخصصات كلها نظرية بحتة ممكن تعمل فيها ماستر ممكن بعد ما تخلص الماستر تقدم على البي اش دي أحيانا فيه بروغرامات يكون حقها التراك 5 years يخلوك تاخد بي اش دي دايريكتلي بس طبعا تكون عملت قبلها هثيزز كبيرة زي كي انك عملت ماستر بعدين بي اش دي فيه كثير من الأطباء بعد ما يعملوا ماستر بعد أحيانا ما يعملوا بي اش دي يرجع يقدموا ريزيدنسي فهذا شيء والثاني شيء اجيان الريزيدنسي شيء كلينيكل أحيانا يكون معاو ماستر هو ميلي شيء في اختصاصات الأسنان نفسها الماستر والبي اش دي هي شيء معظم الأوقات هي بس اكاديميك تراك يعملوها أو يقدموا عليها الطلاب اللي يكونوا معيدين وحيرجع يشتغلوا في جامعة نجي بعدين على البوست دكتورال فلوشيب اللي هو فعلا الاختصاص الدقيق اللي هو فعلا انت تقدم عليه بعد ما انت تخلص مرحلة الريزيدنسي وحابب تقدم اكتر او يكون عندك معلومات اكتر بتخصصك تقدم على هذه البروغرامات واصلا بما انها بوست دكتورال فلوشيب ما حيسمحوا لأي طبيب ما عنده ريزيدنسي انه يقدم عليها هذه البروغرامات ميلي احيانا تكون سنة او سنتين كمان هي عبارة عن برنامج تدريبي مكثف نظري وعملي مع بعض بعض البرامج المتوفرة هذا البروغرام مثلا يكون يدرس عن السندروم والبيشن اللي يحتاجوا اللي عندهم تناظرات وامرات شديدة اغلب اللي يقدموا على هذه البرامج اللي هما الاطباء الاسنان اللي مخلصين سيرجري او مخلصين بيدو او مخلصين او 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 الامبلنت انتستري كمان هاد اختصاص دقيق احيانا ما يقبلوا فيه اي طبيب عام لازم يكون عام ريزيدنسي ريزيدنسي مثلا في البرستودونيكس او في السيرجري او في بيريو او ممكن احيانا ما يحددوا يقول لك اهم شي يكون عندك انت ريزيدنسي سنتين على الاقل بعدين احنا نسمح لك انك تقدم في هذا البرنامج اخيرا استاتيك دينتستري كمان يكون فيه طبيب ممكن عامل اوبراتيف دينتستري وحابي بتخصص في الاستاتيك دينتستري كمان هاد اختصاص دقيق بوست دكتور الفلوشب ما هو بري دكتور الفلوشب هذا النوع من البرامج لازم انت تكون مخلص ريزيدنسي اخيرا في برامج الريسيرش هاد برامج احيانا تكون ما هي صعبة التقديم في نفس الوقت ما هي سهلة انت مفروض منك انك تتواصل مع احد من الدكاتر في الجامعة توري ان انت انت في دا الموضوع طبعا انت بعد ما تقرأ الاهتمامات البحثية وتشارك وتقدم انك انت تطلب انك تشارك في احد ابحاثه احيانا هاد البروغرامات ما تفيد واحيانا تفيد ان انت توري للدكتور انك انت طالب مشتهد ومنجد انت في هذا البروغرام او في هذا المجال فاحتمال تزيد فرص تقديم فرص قبولك في البرنامج عنده في البروغرام عموما ما في احيانا يكون له متطلبات بس لغة انجليزية جيدة اخيرا في بروغرام اسمه Advanced Standing for International Dentist هذا البروغرام مانلي بس للاطباء الاسنان الاجانب اللي حابين يمارسوا مهنة طب الاسنان في امريكا طبعا هاد البروغرامات نوعا ما مو هدفنا احنا كمبتعثين ان احنا ندخل عليه لانه فعليا ما حيفيدنا ولا شي اذا رجعنا السعودية هو فقط اذا انت تحابب تكمل او تمارس مهنة طب الاسنان العام في امريكا بشكل عام هذا البرنامج عباري عن برنامج تدريبي الطباء الانترناشنال يعيد فيه الطبيب السنة الثالثة والرابعة بما انه الطباء الاسنان في امريكا بس عندهم اربع سنين Denton School بعد ما انت تنجز السنتين الثالثة والرابعة وتعمل اختبار الرخصة يصير ساعتها بامكانك انك انت تمارس المهنة كالطبيب اسنان عام بعض البروغرامات عباري عن سنتين احيانا تمتد لثلاث سنوات اذا كان فيها فترة تدريبية للطباء بعد ما خلصنا اشيات بخصوصاتها الموجودة وايش البروغرامات الموجودة هتكلم عن الاختبارات المطلوبة ان اوردر انك انت تقدم وتلاقي قبول بإذن الله الاختبارات بشكل عام طبعا اكيد اختبار اللغة اللي هو توفل الMPDE اللي هو national board dental examination part 1 part 2 الجي ار اي اللي هو مفيد في حال انت حابب تقدم على master degrees وطبعا في امتحان اللي حابين يقدموا على اختصاص الجراحة واختبار جديد اسمه ايدات هنتكلم عنهم كلهم اول اختبار اختبار التوفل اللي هو test of english as a foreign language اغلب الجامعات في امريكا تطلب التوفل يكون ipt او internet based test بعض الجامعات قبل ما اكمل اتكلم عن التوفل ممكن تقبل الايلز بس لازم تتواصلوا معاهم عشان تسألوهم ايش هي المنمم سكورة اللي يطلبوها هذا الاختبار من اهم من اهم الاختبارات مو ممكن انك تلاقي اي قبول في اي برنامج سواء فردشب او ريزيدنسي من دون ما تعدي هذا الاختبار السكورة المطلوب الاغلب يكون 80 وفوق بس طبعا في بعض الجامعات تعطي specific score in general في بعض الجامعات تطلب specific score في ايش سكشن مثلا يبغو في الريدنج علامة 25 في الليسنينج 26 في السبيكينج 25 زي كذا وبعضهم ما يهمهم يبغو بس الoverall score كل ما انت حصلت على درجة عالية كل ما زاد فرص قبولك وعن طريق السكور حقك تثبت للجامعة انك انت قدر على التواصل والcommunication بسهولة مع المرضى ومعاهم عندك قدر انك تكتب الثيسس حقك وانك انت تستوعب المحاضرات طبعا اهم شي انا انصح كل الطلاب انهم يركزوا على هذا الاختبار ويعيدوا مرة واثنين وثلاثة الين ما يحصلوا على العلامة العالية في كثير من الطلاب انقبلوا في الريزيدنسي بس بالتوفل انا ما اقلل من اهمية الMPDE ولكن البعض من جد انما جابوا علامة جدا عالية البروغرام داريكتر اخدهم عن طريق تجربة الشخصية لاحظت انه كتاب Longman كان مره مفيد خصوصا للتوفل فيديوهات Notful كانت مره مفيدة especially في الSpeaking والWriting كتاب 400 essential words for TOEFL ممكن تلاقوه بDF copy كمان كان مفيد جدا انه يحضرك على اهم الكلمات الموجودة ممكن تلاقيها في اختبار التوفل وطبعا اكيد في كثير مفيدة على الايفون والايباد الجوال زي TOEFL listening, practice tests, speaking, TOEFL tests هذه كلها مفيدة واهم اصلا نقطة في اختبار التوفل اللي هي انهو تكنيك اكتر من انهو language itself انك you have to practice, practice تتدرب على الوقت على كيفية الاسئلة كيف تحل كيف تجاوب وطبعا اذا حبيتوا اي معلومة ثانية اذا في اي updates على الاختبار طريقة التسجيل كلها ممكن تلاقوها في موقع TOEFL اللي هو www.aets.org الاختبار الثاني المطلوب وهو المهم اختبار NPDE Part 1 اللي هو National Board Dental Examination هذا الاختبار متطلب اساسي في كثير من التخصصات ومتطلب اختياري في بعض التخصصات اجتياز هذا الاختبار مهم جدا لانه حاليا ممكن اول ما يطالفوا الapplications اول ما يشوفوا احد مع TOEFL يقارنوا علامات التوفل فرضا انت والباقي الابلكانز علاماتكم في نفس الرينج يصيروا يطالعوا في الشيء الثاني اللي هو امتحان الMPDE هذا الاختبار عموما يتكون من 400 سؤال تتم الاجابة عليهم خلال 8 ساعات الاختبار للان هو فقط pass and fail سابقا كان بالscores حاليا بس pass and fail لازم تنتبه انه انت عندك مدة 6 شهور من لحظة تسجيلك في الاختبار عشان تقدم للاختبار فعليا بعد كده لو قد سجلت وما قدمت ما حتقدر اجلسة تشهور وما قدمت الاختبار فما حتقدر تقدم تاني لازم ترجع من اول جديد وتسجل لانه هي الفترة من وقت التسجيل الوقت التقديم 6 شهور في حال لا سمح الله ما عديت الاختبار لازم تستنى ثلاثة شهور عشان تقدر تقدم مرة تانية NPDE Part 1 هو شوية اصعب من NPDE Part 2 لانه احنا فعليا منقدم وبعد ما احنا نتخرج وهو عبارة عنه بيختبرنا في اشياء basic science احنا خدناها في سنة اولة و سنة تانية هذا الاختبار على فكرة يمديك انت تسويه وانت لسا دنتم student فانت من اول حاطت في بالك انه انت تبقى تكون او تبقى تختص في امريكا لازم او من اول السنين اولة و ثانية و ثالثة تحط في بالك ان انت تذاكر له لانه انت قردي بتكون بتاخد هذي الكورسز في الجامعة و تيجي امريكا و تقدمه بعد ما تخلص توفل على طول حط هذا في بالك الاختبار اذا انت كنت يعني مستحيل ياخد منك اكثر من 4 شهور اذا كنت متخرج يعني جديد ولكن اذا كنت لسا دنتم student و لسا انت اخذ هذي الكورسز اتوقع انه هيخلص معاك فيقال من كده هو زي ما قلت 200 سؤال بعدين break بعدين هترجع يكملوا 200 سؤال تانين هذي بعض المراجع اللي انا استخدمتها لما ذكرت له اللي هو دينتل ديكس هي المصدر الاساسي هي عبارة عن دينتل كاردز تذكرها مقسم على حسب الاقسام حق الاختبار في كتاب فرست ايد اذا انت حابب او كابلا اذا انت حابب تتوسع اكتر في اس دي بيبرز اللي هي امريكا ستجين دينتل اسوسيياشن في زي الكومن كوشنز ممكن تستفيد منها تعرف كيف كان لبطل الاختبار وتختبر نفسك في بعض الغروبز على الفيسبوك كمان مهم يعني مفيدة داما بيحطوا اسئلة واجوبة ممكن تعتبرها مراجعة وفاينالي في كتير ابليكيشنز على الايفون والايباد مفيدة عشان المراجعة وطبعا اكيد عشان مع اي معلومات محدثة انا انصحكم انكم تدخلوا على الموقع الADA.org American National Association وتراجعوا معلومات اكتر وشروط اكتر وخطوات اكتر لل MPDE Part 1 exam الMPDE Part 2 exam هو متطلب اساسي لبعض البروغرامات وبعضه يكون هو بس اذا كان عندك وقت انصح بقوة انك انت تقدم لهذا الاختبار حيرفع فرص قبولك بشكل عالي الاختبار عبارة عن 500 سؤال 400 في اول يوم و100 في تاني يوم مقسمة على 12 ساعة 8 ساعات ب4 ساعات كمان هذا الاختبار نتيجة وما هي scores هي just pass and fail حلاوة هذا الاختبار انه له علاقة بالاسنان بالاختصاصات اللي احنا درسناها وبالنسبة للاطباء المتخرجين حديثا ما حيواشهوا صعوبة في دراسته لانه هما اريدي اخذين هذي الكورسات قبل فترة بسيطة زي ما قلتلكم الاختبار اليوم الاول هيكون 200 سؤال break بعدين 200 سؤال اليوم التاني هيكون 400 عفوا 100 سؤال بعدين break المصدر الاساسي زي تماما part 1 dental dix first aid او كابلن اذا انت حابب تتوسع اكتر كمان ask the papers عشان comment questions facebook عشان المشاركة والاستفادة من الخبريات وابليكيشن كتير عشان المراجعة وكمان اذا حبيتوا معلومات اكتر تفاصيل ادق راجع موقع lada في اختبار جديد دحين يعني اول دفعة بتختبروا هذي السنة هو lada or advanced dental admission test هذي الاختبار بعض التخصصات already نزلت في الموقع انه هوا صار required بعض التخصصات والجامعات قالت they will consider it بعض التخصصات قالوا انه ما ما رسه ما قرروا وبعض قالوا ابدا ما يهمهم ففي list على mوقع lada slash adad بتتحدث دائما ودائما بيكتبوا فيها اش التخصصات اللي او الجامعات اللي طلبتوا واش اللي ما طلبتوا بما انه هذا الاختبار جديد انا ما عندي خبرة عنه وما فما عندي غير وصل معلومات اللي انا لقيت ها في الموقع فهو اختبار جديد وبيتكون لمئتين سؤال خلال اربع ساعات وعشرين دقيقة الاختبار درجاته رينج من مئتين الى طوال مئة درجة بالشكل عام هو عبارة عن مختصر ل بارت وين مع بارت ومع وكمان في جزء عن الريسرش وال زي ما هم مكتوب هنا او كمان اي معلومات في عاملين كتيب بسيط ADAT guide على موقع ADA .org اخر اختبار او قبل الاخير هو اختبار NBME or NCP CPSE اللي هو Comprehensive Basic Science Examination كمان ان هذا الاختبار ما اخدته لانه انا ما قدمت على بس هذا الاختبار ضروري اي طبيب حابب يقدم على Surgery انه ياخده ممكن تقدمه من السنة الاولى وممكن للطالب انه عيد الامتحان ولكن ما يقدر عيده اكتر من مرتين في السنة هذا الاختبار عبارة عن 184 سؤال خلال 4 ساعات اربع اذا حابين تعرفوا معلومات اكتر ممكن ترجعوا الموقع الجمعية الامريكية اللي جرحت وجه فكين اللي هي www.aaoms.org الجي ار اي بشكل سريع اللي هو Graduate Record Examination هذا الاختبار ما هو بشكل خاص لطب الاسنان هو بشكل عام لكل الطلاب في امريكا اللي حابين يقدموا على ماجستير زي ما قلت لكم بما انه احنا اردي لطب الاسنان في برامج خاصة فيها ماستر ديجري في بعض الريزيدنسي طالبين جي ار اي لانه هما عندهم فاحيانا هذا الاختبار ممكن يكون متطلب من المتطلبات اللي انت لازم تاخدها عشان تقدم على الريزيدنسي هذا الاختبار بشكل عام مفروض كمان عشان تعرف انت اش قدراتك واش مفروض تسوي انك انت تتواصل مع الجامعة في حال طلبته وتسألهم عن المينموم سكور بعضهم في الجزء الverbal او في الجزء الماث بعضهم يطلبوا معدن 50% بعضهم ابدا ما يهمهم يقول لك فانت لازم تعرف اش المتطلب للطالبين وعشان تذاكر له وعشان تعرف اش تعمل بشكل عام هذا الاختبار يتكون من جزئين كمي اللي هو الماث وشفهي اللي هو الverbal بعدا جزء الثالث اللي هو الكتابة التحليلية او الanalytic writing في احيانا بعد هدول القسمين في كمان قسم تجريبي في الاختبار انت ما حتعرف ان هذا الجزء هو اختبار التجريبي ممكن يكون math ممكن يكون variable هدفهم بس بحثي ما حتتقيم على اساسه بس كمان اغين انت ما تعرف بالضبط اش الجزء اللي هو هيكون بحثي وش هو اللي من جد الاختبار هذا هو الترتيب الاختبار اول شي هيكون عندك analytic writing اللي هي عبارة عن سؤالين مدتهم ساعة بعد شوية break بعدين الجزء ال variable 20 سؤال في نصص ساعة بعدين break بسيط بعدين math 20 سؤال 35 دقيقة break variable نفس الشي break بعدين math بعدين break بعدين الجزء التجريبي اللي هو either math or هيكون variable بالنسبة لهذا الامتحاد فيك عدة كتب مفيدة بس السر في انك انت تدرب وتدرب وتدرب و اجن اذا هما طالبيين minimum score فلازم تدرب كثير واحتمال ممكن تحتاج انك تعمل دورة GRE preparation course واحتمال انك تدرب بنفسك اذا مو طالبيين minimum score بامكانك تعمل اللي عليك وتقدم للاختبار و خلاص بمنهم وما هم طالبي minimum score في عندك كتاب parents book وهذه المواقع وعدة applications كمان ممكن تستفيد منها اجن اذا في اي معلومات تحتاجوها اكتر بشكل بتفاصيل دقيقة نترجع الموقع ets.org slash gre اخيرا هنتكلم عن الخطوات المطلوبة عشان تقدر تقدم على residency اول الخطوات اللي هي ECE evaluation بعدين dent pen ECE evaluation اللي هي فعليا Educational Credential Evaluation هو عبارة عن موقع الاكتروني يعادل لك شهادتك مو معنى يعادل لك انه انت خلص شهادتك تعادل في امريك هنتكدر تمارس المهنة لا مو هذا الهدف هما هدفهم يعادلوا او يحتسبوا المواد والساعات المدروسة بعض الجامعات المعدل النهائي حقهم 100% 5% 5% 4% 4% 3% 3% الهدف من هذه المعادلة او العملية اللي يسموها Course by Course Evaluation انهم يوحدوا كل الانترناشن من المعدل واحد فقط اللي هو 4% هذه الخطوة جدا مهمة اساسية عشان تقدم لامتحان الMPDE لانه الاجنسي تطلب انك انت يرسل لهم ECE Evaluation وكمان الفاس وقت التقديم وكمان كتير من الجامعات تطلب هذا فهذه خطبة لابد منها عشان تعرفوا معلومات اكتر والطريقة وكل شيء موقع ECE .org الخطوة الثانية اللي هي Dent Pen اللي هو زي هذا الرقم الرسمي والرقم الوطني حق التقديم على الاسنان هذي الخطوة كمان اساسية للتسجيل باختبار الMPDE وكمان التقديم على الموقع BAS هي خطوات بسيطة تعبئة Forms وشوية بيانات وحيعطوكم الرقم اللي انت هتستخدمه في كل خطوات التقديم عشان تقدموا لل Dent Pen او تحصلوا عليه لازم تروحوا الموقع ADA.org وتدخلوا قسم Education بعدين Dent Pen سكشن وتعبوا البيانات نجي للمستندات المطلوبة اللي مفروض تكون معاكم قبل ما توصلوا اول ما توصلوا امريكا عشان تقدروا تستفيدوا منها وتبدأ وتراسلوا الجامعات اول شي صورة شخصية 2x2 هذي الصورة مفروض تكون واضحة وانيقة وبدون تكلف ولازم تكون professional نوعا ما لانه بشكل او باخر هتعرض وتعكس شخصيتك بشكل سريع صورة لجواز سفرك بعضهم يطلبوها في حال انه انتو صار عندك قبول مبدئي فعشان يبدأ البروسيس حق i20 والقبول والفيزا رخصة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية هذي الرخصة بعضكم مفروض انتو يكون عندك ابراز ما يثبت انك انت بتمارس المهنة في بلدك احيانا حتى بعض اختبارات البرد ماينفع تعمل البرد لين ما انت اللي بتكلم على البرد الامريكي مو الNBDE يطلبو منك ان انتو تثبت انه انت كنت شغال في بلدك او عندك رخصة بما انه احنا ما عندنا رخصة في امريكا خطوصا تكون سارية المفعول 15 ظرف على الاقل مختوم من الجامعة في صور من الوثيقة وكشفة درجات كلها مترجمة للغة الانجليزية لانه البعض يطلبوها ورقيا وبعضهم يطلبوها الكترونيا وبعضهم عن طريق باس فانت مفروض تكون مجهز نفسك كمان الريكمنديشن لترز قبل ما تسافر انصحك انك انت تتواصل مع الدكاترة وتقول لهم انه انت ممكن تحتاج اي توصية منهم فتاخد بريدهم الالكتروني وتخبرهم من قبل انهم احتمال يوصل لهم بريد من الجامعة بريد الالكتروني من الجامعة او من موقع باس حيطلب منهم انهم يعبوا هذه الريكمنديشن بالاضافة لانك حتخبرهم كمان مفروض تطلب منهم ريكمنديشن لترز مطبوعة وموجودة في اظروف لانه كمان بعض الجامعات غير انها طلبت منك الكترونيا كمان بترجع تطلب منك ورقيا السي في طبعا لازم يكون مرتب ومظبوط وتطلب مساعدة من اي احد عنده خبرة كمان البرسوني مرة مرة مهمة في انك انت توري انت ميش البرنامج حقتك اش اهداف ليه خطرت هذا التخصص اش اهدافك اش خطتك المستقبلية ليش تبغى هذا البروغرام وليش تبغى هذا البرنامج او هذه الجامعة لازم تكون منسقة وصحيحة ما فيها اخطاء املائية ما فيها اخطاء اه اه اجرامر اه اذا كان عندك اه وقت انك انك انت تاخد اه تراجعها من اذا كنت في معهد اللغة تراجعها من اي تيتشر او من اي احد او من اي اجنسي اجرامر لانه لازم تكون مرتبة عشانها بتعكس اه شخصيتك و ياخده صورة سريعة عنك من ان خلالها اه طرق التقديم اه فانت ده حين عندك الابليكيشنز بتبدأ تقدم للجامعات في عندك طريقتين الطريقة الاولى اللي هي دايريكت على طول منك اه من خلالك لخلال الجامعة تواصل مباشر عن طريقة الايميل وعن طريقة التليفون وعن طريقة البريد الطريقة التانية اللي هي عن طريق موقع باس عن طريق موقع باس بعد ما انت تقدم في بعض التخصصات تحتاج ماتش وبعضها ما تحتاج ماتش دا حين حذكر هم التواصل المباشر بشكل بسيط ومبسط اول شي انت مفروض تدور على البرجام اللي تبغى بعد ما تلاقي تدخل موقع الجامعة تتأكد من تطلبات القبول تتأكد من تاريخ التقديم وتاريخ الانتهاء في حال عندك استفسارات تراجعهم تتواصل معهم بالايميل بالتليفون بعد كده تتأكد من كل شي ترسلهم مستنداتك واوراقك كاملة وهم ما حيردوا عليك يأكدوا لك اول شي انه اوراقك كاملة ما في داعي انك انت ترسل اي شي تاني وبعدين يردوا لك الخبر انه يا انت للأسف غير مقبول او انه انت مقبول احيانا في اغلب الاحيان الرد ما يكون بدي السرعة خصوصا اذا انت كنت مقبول مبدئيا يطلبوا منك انه يعملوا انتروفيو وبعد الانتروفيو يردوا لك الخبر موقع باس اول شي دائما دائما موقع باس يفتح من شهر مي تقريبا يمتد الين سبتمبر اكتوبر ديسمبر على حسب البروغرامات لازم تعرف بالضبط متى الديدلاين بشكل مختصر موقع باس هو زي الوسيط بينك وبين الجامعات بيرسل كل بياناتك بعد ما انت تعبيها للجامعات اللي انت تطلبها لازم تتأكد ان المعلومات تمت تعبئتها بشكل صحيح ودقيق باس تطلب منك ترسل لها وثيقة تتخرج وكشف الدرجات بالبريد يا عن طريق يا عن طريق مباشرة من الجامعة او بشكل ابسط واسهل انك انت ترسلها من ACE لهم شخصي لهم شخصيين وانا هذي شخصيا الطريقة افضلها كمان اتأكد انك انت تضع البريد الالكتروني الخاص بالاسادة عشان يقوم بتعبئة التوصيات الالكترونية اللي هي الPE أو الProfessional Evaluation كمان عندك خيار انك انت تحط الPersonal Statement كمان في نقطة مفردت رعوها انه انت مثلا اذا بقدم على اكتر من الProgram زي periodonics وortho مثلا ممكن تعمل Personal Statement خاصة بالortho و Personal Statement خاصة بالperio وبعد انما تجي تعمل Program Designation تقدر تختار كل Personal Statement لجامعة معينة وكمان لو كان عندك كذا Personal Statement لكذا جامعة ممكن تقدم كل Personal Statement لكل جامعة اخر مرحلة انا بختصر هذي النقاط كلها اتمنى منكم انك تقرؤوها بالتفصيل اخر مرحلة اللي هي التقديم على الجامعات بامكانك ان انت اذا كنت متأكد ترسل طلباتك كلها لكل الجامعات في وقت واحد ممكن ترسلها بالتدريج لانه طبعا مفروض كمان تحط في بالك انه كل مرة بترسل حيطلبوا منك Application Fees فيه اشياء كمان ابغاكم تتبهوا عليها وقت ما تعبوا الابليكيشن حيكون في عندكم بعض بعض الحقول حيكون فيها مربع احمر هذا المربع احمر مفروض تعرف انه هذا Space او الفراغ لازم يتعبه هذا اجباري في بعض كمان وتندبهوا لكل الاشياء المكتوبة بالأحمر لانه بعضهم بعض المعلومات التنبيهات هذه بتقول انه اذا انت عبيت هذا الفراغ فهذا الفراغ قابل للتعديل فرضا من بعض الفراغات اللي هي قابلة للتعديل اللي هي مثلا علامات ممكن انت تختبر توفل تحض درجة 80 بعد اسبوعين اختبرت واخد درجة عالية ممكن ترجع تعمل لها update وتحض درجتك بعض الحقوق الحقول الغير قابلة للتعديل اللي هي مثلا recommendation letters وانس انك حطت email للدكتور وانس ان الدكتور عب ال recommendation ما عد في مجال انه ممكن انت تعدل عليها في نقطة كمان انه بعد ما انت تعبي معلوماتك وترسل كل شي اذا انت ضغطت على status ممكن عن طريق هذا الصفحة انك تعرف status حق ال applications حقتك هل تم استلام الوثائق هل التوصيات تم استلامها هل ال application فيه تم استلام استلام رسومها وعشان تعرف اش في ناقص لان احيانا يكون في بعض الاخطاء التقنية فانت من واجبك انك انت دائما تتابع اول باول عشان لا سمح الله لو في شي تتصل ويتنبههم واباولا واخيرا دائما دحن هذي معلوماتي حق الاساكل الماضية الساكل الجديدة هتفتح في مي ممكن في بعض الاشياء يكون صر لها update ممكن في بعض الاشياء اتعدلت فعشان كده انصحكم انكم ترجعوا الموقع pass وتتأكدوا وفي حال عندكم اي استفسار او situation معين ما هو مذكور هنا بكل بساطة كلموهم او ارسلو لهم ايميل هم جدا جدا متعاونين نجي اخيرا للماتش الماتش تقريبا نفس الفكرة اذا سمعتوا عنها اللي هي بتصير في الطب البشري بكل بساطة انه في عندك الجامعة عندها رانك او رانك لست والطالب نفسه اللي اللي سوى انتروفيو كذا جامعة هو عنده رانك لست برضا الجامعة حطت اسماء عشرة طلاب والطالب نفسه حطت اسماء خمسة جامعات عن طريق لغريتمات بتصير في الموقع وعن طريق المفاضلة او الاولوية اللي حطتها كل من الجامعة او نستشفى وحطها كل من الطالب تصير هاده اللغريتمات على حسب الاولوية والترتيب وعلى اساسه ممكن الطالب يمتش او ينقبل في جامعة ممكن الطالب ما ينقبل فهي بشكل بسيط اذا انت بروغرامات حقتك كانت participated in match حيطلبوا منك بعد ما تعمل interview عن طريق الموقع انك انت تSubmit الرانك list وتحط اسماء الجامعات اللي انت تبغاها على حسب افضليتها بالنسبة لك مو على حسب انت اش حاسس هم وحيقبلوك هم وحيقبلوك لا مفرض انت تشوف انت فين اش رغباتك فين حابب تنقبل وتحط ترتب رغباتك من الاولى للاخيرة وتتأكد انه هي خلاص هادي الرانك list صارت certified وبعدها تنتظر النتيجة مو كل تخصصات طب الأسنان تدخل في الماتش هادي التخصصات فقط اللي هي surgery orthodontics albedodontics AEGD والdental anesthesia وكمان مو كل اختصاصات orthodontics او AEGD هي داخلة في الماتش ولكن هادي فقط الاختصاصات اللي داخلة في الماتش في ممكن تلاقي بروغرامات من orthو ما هي كمان اذا حابين تعرفوا اي معلومات اكتر ممكن ترجعوا الموقع natmatch.com ممكن كمان تلاقوا فيديو بسيط يبسط لكم المعلومة عن كيفية القبول في ماتش اخيرا في عدة نصائح احب اوجهها لكم هي فقط عبارة عن خبرتي او تجربتي شخصية في امريكا واش الاشياء اللي حسيت ان هي ممكن تفيد الطالب وانا ما انتبحت لها الا بعدين حبيت اشارك كم فيها وان شاء الله تستفيدوا منها ما ه اتمنى منكم انتو تقرؤوها على راحتكم واذا في اي سؤال تحتاجوا انا موجودة ان شاء الله في بعض النصائح قبل السفر وبعض النصائح بعد السفر بشكل بسيط ومختصر مرة ثانية المطلوب منكم انكم تحضروا تحضيرات ما قبل السفر وان شاء الله تسافروا على خير وتوصلوا بالسلامة وبعد تحضيرات ما قبل التقديم اللي منها الاختبارات والخطوات وبإذن الله بعد تقدموا ومن التقديم زي ما كنت لكم في نوعين اللي هو direct contact وفي pass في بعض البرغرامات في pass required انك تسجل في match وبعضها لا سواء قدمت عن طريق direct contact او عن طريق pass في الحالتين يحييجيك rejection right away يحييجيك interview إذا جاك interview ممكن لا سمح الله يجيك rejection وممكن إن شاء الله يجيك acceptance وأخيرا أتمنى إن شاء الله المحاضرة تكون نالت على إعجابكم واستفدتوا منها في حال كان عندكم أي سؤالة واستفسار بإمكانكم تطرحوه على المنصة وبإذن الله رح أجاوب على جميع الاستفسارات لا تنسوا إن المحاضرة مسجلنا online على موقع رواق ومعظم المعلومات اللي ذكرت موجودة أيضا على موقع انطلق للبعثة في الختام أحب أشكر من الحقية الثقافية السعودية في أمريكا على دعمها الدائم لنا وعلى رعايتها لهذا اللقاء وأشكر أيضا منصة رواق الإلكترونية وBDC على رعايتهم لهذا اللقاء السلام عليكم وفي أمان الله وفي أمان الله